الآن يرد خبر عن أن الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق خان يونس مناطق الأحياء الشرقية تحديدا من خان يونس جنوبي القطاع لإخلاء منازلهم كنا تابعنا خلال الأربعين يوم الماضية كيف كان هناك محاولات حتيثة إسرائيلية لإجلاء سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه الآن هناك طلبات أيضا لإخلاء بعض الأحياء والمناطق في الجنوب فهل من شيء يفسر الهدف أو يوضح الهدف من هذه الطلبات المتكررة بالإجلاء شمالا وجنوبه إسرائيل لا توضح طبيعة هذا الهدف لكن الطلب إخلاء لأول مرة منذ بدء الحرب إسرائيل تطلب من سكان مناطق شرقي خان يونس إخلاء هذه المناطق إخلاء إلى أين؟ هذا يعزز المخاوف الفلسطينية من أن الخطة الإسرائيلية النهائية قد تشمل تهجيرا لمئات وألاف الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء هذا الأمر يعزز هذه المخاوف لأن إسرائيل تصر على إخلاء الفلسطينيين من هذه المناطق تدعوهم الآن لكنها في المقابل تصر على عدم عودة الفلسطينيين إلى المناطق التي يهجروا منها من الشمال من شمالي قطاع غزة تحديدا إلى مدينة غزة كل هذه الأمور تعزز المخاوف الفلسطينية والعربية والمصرية بطبيعة الحال الآن سيتم بحسب تقديرات فلسطينية سيتم دفع الفلسطينيين من كل المنطقة الجنوبية إلى منطقة أقرب إلى الحدود المصرية لكن حتى الآن لا يوجد أي فعل عربي يتعلق بهذه الدعوات رغم أنها صدرت في ساعات الصباح المبكر دعوات لتهجير الفلسطينيين من المناطق الشرقية تهجيرهم إلى الجنوب أكثر بالتالي أقرب إلى الحدود المصرية ولا يسمح لهم بأن يعودوا إلى الشمال العودة إلى الشمال كانت واحدة من الأمور التي يتم التطرق إليها في المفاوضات مفاوضات تبادل الأسرة لكن إسرائيل ترفض ذلك بشدة حتى عودة محدودة من عمليات التمويه التي تجريها المقاومة للإفراج عن الإسرائيليين قد نكون أمام تطور خطير أيضا في الساعات المقبلة هو عملية تهجير الفلسطينيين أقرب إلى الحدود المصرية شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة من غلاف غزة